اشتركوا في القناة اخواني الله يوفقكم يا ربي يهدي بالكم ان شاء الله تعالى الآن القطعة عنوانها مصدر سيتي مدينة مصدر a positive step يعني هل هي خطوة ايجابية positive معناها اللي هي ايجابي هل هي خطوة ايجابية a positive step هل هي خطوة ايجابية طيب الآن اخوان اول شيء لازم الله يرضى لي عنكم يا رب الآن نفتح قوس من هون لهون ونكتب اللي هي كلمة define وكلمة define معناها اللي هي يعرف هلأ ممكن يجيب لي سؤال أن أقتبس الجملة write down the sentence which defines التي تعرف المشاريع الضخمة فبيكون قصده عن أول شيء إذن منطقيا التعريف أين بدي يكون موجود at the very beginning اللي هو في البداية الأولى الله يسعدكم هلأ جوة تعريف أخوان جوة تعريف موجود عندي فوائد بناء المشاريع الضخمة هلأ بيحكي أن المشاريع الضخمة هي عبارة عن مشاريع استثمارية كبيرة جداً لها فائدتين الفائدة الأولى تنكرج economic growth تشجع النمو الاقتصادي والفائدة الثانية bring new benefits to cities بتجيب فوائد للمدن يعني ليش الدول تعمل مشاريع ضخمة عشان تعمل إشي اسمه economic growth النمو الاقتصادي وبتجيب فوائد للمدن إذن اللي عليكم ما تنسوا تعريف جوة تعريف في أسباب أو اللي هي الفوائد لبناء هذه المشاريع الضخمة الآن أخواني هسا بعد هيك بيحكي لنا عن اللي هو شيء اسمه differences اللي هي الاختلافات الآن المشاريع الضخمة بشكل عام فيه اختلافين رئيسيا الاختلاف الأول size والاختلاف الثاني cost size اللي هو المساحة الحجم وcost المقصود فيها اللي هي التكلفة يعني قد نجد مشروع ضخم مثلاً 100 كيلو متر طولي وقد نجد مشروع ضخم 5 كيلو متر مربع إذن 5 كيلو متر مربع 100 كيلو متر طولي بيختلفوا هذول أكيد في المساحة ويختلفوا في التكلفة قد نجد مشروع ضخم بيكلف مثلاً 2 مليون ومشروع ضخم بيكلف 10 مليار إذن فيه كثير فرق اللي هو في ال cost اللي هي التكلفة الآن طب أنا كطالب توزيع هل بحفظ هذا الكلام حفظ؟ لا أكيد نقطة طولي يعني أكيد لا طيب شو بدي أميز وأربط أشياء معينة في بالي الطالب الصح يا محترمين يعرف هاي الكلمة عن غيب اللي هي كلمة vary اللي معناها الله يرضالي عنكم يا رب اللي هو differ vary معناها differ vary يختلف يعني أو يتباين هل بما أني بالله عليكم بحكي لكم المشاريع الضخمة تختلف من حيث إذن اللي بعد هيك حيكون إيش differences اللي هي اختلافات إذن من كلمة vary هي مفتاحة لل differences اللي هي الاختلافات طيب هل بعد هذا الكلام يحكي لنا عن إشي اللي هو علاقة في similarities اللي هي التشابهات حضرات اسمعوني الله يرضى عنكم يا رب ماشي أنا وياك بالشارع في عشر سيارات بقول لك هذول العشر سيارات كلهم قبل ما أكمل بما أنه كلهم إذن تشابهات إذن منطقيا they are all المشاريع الضخمة they are all إنهم جميعهم إذن اللي بعد هيك هيكون تشابهات إذن الاختلافات من كلمة إيش احكوا يلا من كلمة vary والاختلافات والتشابهات من they are all إنهم جميعهم ونتذكر من البداية التعريف وين بدي يكون موجود أول جملة جوة تعريف موجودة اللي هي فوائد بناء المشاريع الضخمة هلأ شو التشابهات يا ترى بين المشاريع الضخمة من التشابهات بين المشاريع الضخمة إنهم كلهم المشاريع الضخمة expensive يعني دائماً بحكي لطلابي وكلكم طلابي وإخواني وخواتي قبل ما تكونوا طلابي الله يرضى عنكم الآن ما بصير أجي أحكي والله بارك لخالد عملت مبارح مشروع ضخم كلفني ثلاث دانينير واربعين جرش مثلاً هذا مش منطق يعني المشاريع الضخمة كلها ملايين مليارات إذن من التشابهات إنها كلها expensive مكلفة من التشابهات يا حضرات إنها كلها public هلأ كلمة public الآن ممكن تكون حكومي وممكن تكون اللي هو عام هلأ أنا أفترض إنها هون عام أكثر شوي يعني مثلاً نيجي نحكي عن الباص السريع هل الباص السريع حكراً وحصراً للذكور مثلاً؟ لا هل هو حصراً يعني للناس الـ aged people للناس المتقدمين في العمر المعمرين؟ لا إذن هذا بيكون للعامة بشكل عام يعني كل الناس بإمكانها تستفيد منه زائد من التشابهات إن المشاريع الضخمة attract a high level of interest and media coverage الآن بتجذب انتباه عالي وتغطية أعلامية تشعر أي مشروع ضخم سيقام مثلاً مستشفى كبير جامعة كبيرة كل الناس بتحكي عنها الآن المدينة الصناعية كل الدنيا بتحكي عنها الباص السريع كل الدنيا بتحكي عنها إذن المشاريع الضخمة هاي الآن بتجذب اللي هو انتباه وميديا coverage اللي هي تغطية أعلامية الآن نرجع مرة ثانية بالله عليكم في عنا تعريف بالله عليكم ما تنسوا تعريف وأسباب البناء في عنا الاختلافات وفي عنا التشابهات الآن النقطة الخامسة الموجودة عنا which is related to والمتعلقة بي اللي هي forms أو examples الآن forms اللي هي أشكال أو أمثلة على المشاريع الضخمة لما أجي أقول لك مشروع ضخم شو بيخطر في بالك يخطر في بالي مثلاً 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 محطات قطارات يخطر في بالي bridges اللي هي جسور يخطر في بالي tunnels اللي هي أنفاق يخطر في بالي entire city complexes مجمعات مدن كاملة إذن المشاريع الضخمة الأشياء الكبيرة جداً إذن كم معلومة طلعوا عنا؟ خمس معلومات تعالوا بالله عليكم خلينا نكتب هون عشان ما ننسى الآن في عنا أول شيء اللي هو التعريف هذا لازم نعرفه وفي عنا الآن information number two الآن المعلومة الثانية بنحكي عن اللي هو شيء اللي هو علاقة في البنفتس الآن أو reasons اللي هي الأسباب أو فوائد الآن فور creating أو constructing من وراء اللي هو creating أو constructing إنشاء أو بناء المشاريع الضخمة هاي المعلومة الثانية المعلومة الثالثة لازم نعرفها عن شيء اللي هو علاقة في ال differences المقصود فيها اللي هي الاختلافات المعلومة الرابعة لازم نعرف إشيء اللي هو علاقة في similarities اللي هي التشابهات والمعلومة الأخيرة لازم نعرف شيء اللي هو علاقة بالforms أو اللي هو الexamples الآن هذول اللي هم الفوائل الخمس شغلات الرئيسية اللي لازم نعرفها بالفقرة الأولى وكأسئلة وزارة بالمناسبة هذول الخمسة أقوى من بعض صدقاً يعني هذول أسئلة مستوها عالية توقف الفيديو ثانيتين بس تكتبوهم كتبناهم يلا تعالوا نشوف الله يرضى عنكم يا رب الآن أول شيء التعريف الآن المشاريع الضخمة نحطها في مستطيل هاي من الكلمات الموجودة في دوسية الإملائيات الله يوفقكم هي مشاريع استثمارية كبيرة التي تصمم هل هي اللي بتصمم حالها لا والله تصمم إذن الصيغة اللي هون هاي صيغة PV والتي تصمم من هي التي تصمم اللي هي الميجا بروجيكت والتي تصمم الآن تصمم لسببين السبب الأول يا حضرات اللي هو بتشجع النمو الاقتصادي هذا السبب الأول والسبب الثاني أو الفائدة الثانية اللي هي بمعنى اللي هي تجلب فوائد جديدة للمدر طيب الآن هسا في عندكم واجبات بدأ شوفها بالتعليقات الطالب الصح يسمعني شو بحكي ويجاوبهم كلهم الآن أول شيء هل هاي هاي اللي هون هل هي defining relative clause ولا non defining relative clause الآن أي وحدة فيهم هاي ولا هاي هذا سؤال الأول ها ضقموهم السؤال الثاني الآن function إيش الوظيفة للآن للـ relative clause اللي هون هذا السؤال الثاني السؤال الثالث الآن وظيفة كلمة although إيش هي هذا السؤال رقم ثلاث إذن هذا question number ثري الآن على الرغم من أن المشاريع الضخمة تختلف 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 من حيث الآن size و cost المساحة والتكلفة إذن هذول اللي هون نكتب عليهم إيش يا حضرات اللي هي differences اللي هي الاختلافات they are all إنهم جميعهم اللي هم المشاريع الضخمة they are all by definition عند الحديث عنهم الآن هاي التشابهات expensive مكلف الآن public هاي اللي هون رقم اللي هو اثنين عام والآن attract a high level of interest and media coverage هذا اللي هون التشابه number ثري إذن التشابهات صاروا كم تشابه الله يوفقكم يا رب ثلاث تشابهات الآن هذول واحد واثنين وثلاث نكتب عليهم إيش اللي هي كلمة similarities بمعنى إيش يا حضرات هاي معناها اللي هي تشابهات تشابهات طيب الآن المشاريع الضخمة range from يعني ممكن تكون تتراوح من متحتوي على تتكون من البدكم إياها الآن motorways الطرق السريعة واحد airports الآن المطارات stations المحطات tunnels الانفاق bridges الجسور الآن ETC إلى آخره دينوا بالكم من النقطة هاي مش قليلة هاي النقطة مش النقطة زي هاي هاي اللي هون هاي لو بدكتب وراها الحرف لازم يكون في upper case حرف كبير بس هاي اختصار ل ETC بدل ما يكمل إتسترا كاملة حط النقطة وعشان هيك الحرف هذا اللي هون صغير انتبهوا الآن entire city complexes هاي اللي هون اللي هي آخر شكل من هاي الأشكال فنكتب عليهم هذول اللي هون الله يرضى عنكم نكتب عليهم اللي هما forms ومعناها اللي هي أشكال أو اللي هي examples الآن هيك الله يوفقكم يسر أموركم أفترض في الطالب الصح عرف أنه الفقرة الأولى هاي اللي هون يعني تعج عج في الأسئلة أول شيء التعريف فوائد البناء أو الإنشاء وفيه عن differences فيه عن similarities وفيه عن forms أو examples هلا الآن ليش موجود هون اللي هي علامة الترقيم الفواصل لأنه الآن بيعمل list of things اللي هو تعداد شغلات الله يرضى عنكم يا رب أو يرضيكم إن شاء الله فهاي هي الجزئية الأولى إن شاء الله يا رب هيك تكونوا حتى لو دارسين هذكرتوا المعلومات الرئيسية فيها الله يوفيكم هلا بنسبة 99% 99% هكذا ذكرتي بتقول إنه فيه لا شرح تفصيلي كامل بنزله أنا وإن شاء الله تعالى الأدمينز يعني بدءا من القائد محمود والقادة كلهم الأدمينز إن شاء الله إلا ما يكونوا يسمعوني الآن وبينزلوا الروابط اللي هو في التعليقات وتحكوا لي إن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الشيء نعمل شير من شاء لهذا الجزء من الفيديو علكم تستفيدوا جميعا إن شاء الله وما تنسوا الآن واجباتكم الواجب الأول هل هاي اللي هون defining ولا non defining الواجب الثاني سواء كانت defining أو non defining أيش الفنكشن إلها والسؤال الثالث كلمة اللي هي although شو الفنكشن إلها هاي واجباتكم ربي يعطيكم الصحة والعافية بالتوفيق والتيسير شكرا لحضوركم thank you very much for listening for being patient شكرا لصبركم سلام عليكم رحمة ربي تعالى وبركاته وارتيكم ألفافيارو